السلام عليكم طلاب الصف السادس الأحيائي نكمل حل المرشحات للرياضيات السنة الدراسية 2023 بعد أكملنا موضوع المساحة ننتقل إلى موضوع المسافة والإزاحة اختار إذن المثالين المكررات في الامتحانات الوزارية أكثر من مرة المثال الأول والمثال رقم 2 نبدأ هنا من المثال الأول لأن هنا مجموعة من الملاحظات ثم ننتقل إلى المثال الثاني المثال الأول جسم يتحرك على خط مستقيم بسرعة السرعة معلومة هنا نجد الإزاحة المقطوعة في الفترة واحد ثلاثة ثانيا المسافة المقطوعة في الثانية الخامسة إذن هناك زمن يسمى بالزمن النوني الفترة المحددة أو اللحظية نحن نريد هنا الجواب الإزاحة لا تجزأ المسافة يمكن تجزعتها إذن القوانين تطبيقات يجب أن تكون صحيحة بالنسبة للحل إذن هنا عندي السرعة معلومة لاحظ ويريد مرة الإزاحة ومرة المسافة الإزاحة الرمز معنى الحرف S الحل S-O-L الإزاحة الرمز معنى S حرف S تساوي تكامل من T1 إلى T2 إذا كانت الفترة معلومة V of T DT إذن هنا الإزاحة سعين تكامل السرعة تكامل السرعة من 1 إلى 3 الفترة معلومة الناتج يساوي من 1 إلى 3 السرعة هي 2T ناقصاً أربعة 2T ناقصاً أربعة DT له تكامل محدد سردنا 2T ثربية على 2 ناقصاً أربعة T من 1 إلى 3 تكامل محدد اختصار إذن هنا 2 مع 2 ثانياً سنقرر في عملية التعويض مرة ثانية سنحصل إلى جزء التالي ويساوي الناتج T تربية ناقصاً أربعة T من 1 إلى 3 التعويض بالحد الأعلى سردنا الجواب 9 ثلاثة تربية ناقصاً أربعة في ثلاثة 12 التعويض بالحد الأدنى سردنا 1 تربيع 1 ناقصاً أربعة كي واحد أربعة الناتج أحصل إلى الجزء الأول سالب 3 إشارة للأكبر ونطرح الصغير من الكبير ناقصاً المجموعة الثانية أيضاً سالب 3 إشارة تدخل على القوس سردنا سالب 3 زائد 3 أن نتجه يساوي صفر الآن الطالب يلاحظ الملاحظة التالية بالتكامل بالتكامل يقول الناتج لا يساوي صفراً فقط في موضوع الإزاحات يمكن أن يتحقق هذا الناتج بقية التكاملات لا يمكن أن يكون التكامل يساوي صفراً في هذه الحالة معنى الجسم قد عاد إلى وضعه الأصلي هنا ملاحظة في منضوع الإزاحة إذا كان نتجه يساوي صفراً فهذا يعني فهذا يعني أن الجسم المتحرك عاد إلى وضعه الأصلي عاد إلى وضعه الأصلي الذي بدأ منه الذي بدأ منه وليس جواباً خاطئاً هذا الجزء الأول بالنسبة لل الجزء الثاني في هذا السؤال المسافة المقطوعة في الثانية الخامسة المسافة المقطوعة في الثانية الخامسة نكتب قانون المسافة دي تشاوي دي تشاوي أنه مطلق محدد من تي وان إلى تي تو بي أوف تي دي تي بهذا الشكل خطوات الموضوع بالنسبة لإيجاد المسافة بما أن المسافة يمكن تجزئتها ما عادة في اللحظة النونية حتى ليس جواب بإشكال في الثانية الخامسة تم طرق لها الحالة نجعل بي أوف تي تساوي صفر للحصول على الفترة إذا كانت غير معلومة هذا الملاحظة رقم واحد إذا كانت الفترة غير معلومة نجعل السرعة تساوي صفراً للحصول على الفترة في حالة الزمن النوني لا يمكن أن نجعل المقدار يساوي صفراً أو سرعة يساوي صفراً لأن الناتج سيكون خارج عدود الفترة الملاحظة الثانية رقم ثلاثة ما هو المقصود بالزمن النوني هنا المقصود بالثانية الخامسة الزمن النوني ملاحظة الزمن النوني حرف النون هو تي ناقصاً واحد وتي بهذا الشكل فذا المقصود بالثانية الخامسة الثانية الخامسة فسردنا خمسة يروح واحد أربع خمسة يعني تطبيق عملي تصرر العملية واضحة الفترة هي اللي أحصلها من هذا الجواب يساوي أرجع للسؤال أقرحنا السؤال بشكل صحيح الثانية الخامسة اللي يجملك المسافة المقطوعة الثانية الخامسة إذن أدي هنا خمسة ما قبل لها خمسة ناقص واحد أربح هي الثانية الفترة الزمنية بمثل الثانية الخامسة إذا أطلب السؤال فترات أخرى نستخدم فكرة هذا التوضيح فترة الثانية الثالفة الثانية 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 الرابعة وهكذا بهذا الترتيب نطبق قانون المسافة دي تساوي مطلق من أربعة إلى الخمسة الثانية الثانية التي موجودة في السؤال هي ثمين تي ناقص أربعة ثمين تي ناقص أربعة دي تي مطلق تي ناقص تي ناقص الرياضي الرياضي المجموعة المجموعة أربعة مطلق مطلق هذا ترتيب السؤال عيد الحرفات البسطة الموجودة فيه كل سؤال رح سأسوي على شكل فيديو واحد بالنسبة لهذا الموضوع الجزء الأول جسم يتحرك على خط مستقيم بسرعة السرعة معلومة V of T 2-4 جد الإزاحة المقطوعة في الفترة واحدة ثلاثة ثانيا المسافة هنا الإزاحة المقطوعة في الثانية الخامسة إذن قدنا هنا تعريفين تعريف للإزاحة وعندنا تعريف علما للمسافة ما هو الفرق بين المسافة والإزاحة ما هو الفرق الفعلي بين المسافة والإزاحة الملاحظة الأولى المسافة مطلق محدد يمكن أن تكون الفترة غير معلومة نستطيع الفصول على الفترة أن نجعل V of T يساوي صفر توقف من الجوع أما الإزاحة يمكن أن تكون محددة وغير محددة بدون مطلق ثانيا لا يمكن ترجعتها الإزاحة لا يمكن ترجعتها في هذا السؤال الإزاحة وتكامل السرعة الفترة من واحد إلى ثلاثة كاملنا الدالة عوضنا بالحدين الأعلى والأدنى أثناء التبسيط حصلنا على الناتج جساء صفراً في التكامل لا يمكن أن يكون الناتج جساء صفراً يمكن أن يكون الناتج سالباً إذا كانت حدود التكامل بصورة معكوسة ويمكن أن نعكسها أيضاً ونحصل على أنتاج أن نسبقها بإشارة أما إذا كان في التطبيقات الفيزيائية من هذا النوع وكان الناتج يساوي صفراً لتطبيقات السرعة والتعجيل فمعناها أن الجسم قد عاد إلى وضعهم الأصطي وليس حلاً خطأ المطلب الثاني مطلب المسافة نكتب القانون المطلق يجب أن يكون هنا موجود تلويه للسؤال ندل من تي وان إلى تي تو في أوف تي تكامل للسرعة بالنسبة للمسافة أيضاً تكامل ثاني إذا المسافة هنا من أربعة إلى خمسة هناك زمن نوني هذا الزمن النوني نحصل عليه حسب هذا الترتيب هذا أفضل ترتيب للحل حتى نصر الطالب ناحية هناك كانت عدد خمسة في القبل هكذا عندنا أربعة إذا عدنا هنا ثلاثة سردنا هنا ثانية الثانية الثالثة الثانية 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 الأولى أيضاً ستكون تطبيقات عملية على هذا الموضوع ثم نطبق الناتج إذا بعض الأجزاء تساوي صفراً الثانية تعطي نتائج النتائج بما أنها مقادير بسيطة فدلالة أن نحرك إحنا مجسمات أو أجسام بسيطة وليست قضايا سرعة فعلية حقيقية هذا هو الموضوع الأول ثالياً بهذا المثال الأجزاء مالثة يمكن أن نطلب أيضاً السرعة العادية غير السرعة أو المسافة العادية غير المسافة المنونية اللي موجودة في هذا الزمان وأيضاً مطالب أخرى هذا السور يحتوي على أربعة مطالب في الامتحان الوزاري يمكن أن يكون هناك مطلبين اثنين فقط سواء كان الأول والثاني أو الأول والثالث وهكذا على الطالب مراعاة القواعد أولاً والتعاريف والقوانين لكل جزء من أجزاء السؤال هذه المجموعة اختارت به هذا السؤال مكررة في الوزار وكذلك بالنسبة للسؤال الثاني الذي يحتوي على قضية التعجيل في هذا الموضوع إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر